طيب يبقى السؤال هو المعايير دي صحيحة بس تعالوا نعرض الكلام على حضرة النبي الأول حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان دايماً بيكلمنا عن معايير المعايير اللي احنا حطنا دي حطنا بناء على احتياجاتنا والمعايير على فكرة ما تنفعش تتحط بس على بعد واحد وهو الاحتياجات لكن المعايير الصحيحة بتبنى على الاحتياجات والقيم والنظر للمستقبل والتوافق والتوافق الاقتماعي والتوافق الثقافي والتوافق العقلي كل دي معايير ولذلك مش قادر أفهم أبداً قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه أفهموا بس على مسألة التدين الظاهر مع رفض سيدنا عمر أن الواحد يتكلم على حد بناء على تدينه الظاهر لما قاله هل تعرف فلان قال أعرفه قال فلعلك رأيته يرفع رأسه أو يخفضها في المسجد فأنا مش قادر أفهم أن التدين هو أن الواحد يكون بيتكلم عن عبادته الظاهرة أو بيتكلم عن ما بينه وبين الله لكن حضرة النبي قال لنا حكتين إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه يعني إزاي بيحول تدينه إلى أخلاق أخلاق يعني إزاي بيشوف ربنا بينه وبين الآخرين يبقى القبول نازم نتكلم عنه كمان القبول هو السبب الأول عشان القلب ينفتح لكن في حاجة اسمها الحب الكامل أو المتكامل اللي بينبص له من عدة جهات وفيه الحب النقص اللي ممكن نسميه الحب الرومانسي بس ده مش معناه أنه هو مش حب ومش معناه أنه مرضيه شدور لا هو بعض من الأبعاد فالحب الكامل هو الحب اللي بيجتمع فيه كل عناصر الحب تلاقي الحب ده مبني على معيار ليحقق الأمان ويحقق الاهتمام ويحقق كمان الاحترام ويحقق كمان التأدير فاللي تحبه بمعنى أن قلبها ميال إليه وفي نفس الوقت عقلها مقتنع به بأنه راجل ومعنى أنه هو راجل أنه يعتمد عليه ويتحقق فيه كل أوصف حضرة النبي صلى الله عليه اللي ظهرت في كلام حضرة النبي من استطاع منكم البقاتة فليتزوب يعني قادر يتحمل المسئولية وقادر كمان أن يكون عنده ملاءة مالية وقادر كمان أنه يتحمل مسئولية البيت ويكون متحقق فيه قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راعن وكلكم مسئولن عن رعياتي فبقول دايما لكل الناس لما يجوني الشخص ده لما ييجي بقى بقول دايما لكل الناس اللي بيجوني وهم مقبلين على الزواج بقول لهم أنه لازم يكون فيه حاجة اسمها الحب المتكامل يبقى إحنا لازم بشكل واضح نشوف الرجل بهذا التصور المتكامل يبقى مش بس مسئولية مالية لا ده لازم يكون هو الشخص ده متدرب على مهارات الزوجية سواء في دورات مقبلين على الزواج أو في أشياء كتيرة ولذلك لازم هو يعرف أن ربنا أودع قلب المرأة عنده فيتحمل أمانة هذا القلب ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم استحلنتم فروجهن بكلمة الله وكلمة الله هي الأمانة فألبها أمانة عندك وده معنى أنه ده جزء من القدرة إلا عندك على الزواج